فقرة ضيف لهذا اليوم نخصصها لحصيلة مصالح الأمن الوطني هذا العام سواء في مجال الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والأجانب السياح والمقيمين أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وإعمال مبادئ الحاكمة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية وتكريسا للحق في المعلومة المكفولة للمواطنين للتفصيل في هذا الموضوع يسعدنا أن نصطدف من الرباط الدكتور محمد بن حمو الخبيرة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دكتور بن حمو مساء الخير في الحصيلة الأمنية المغربية لهذا العام تدعيم شرطة القرب ومواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة ما تعليقكم على هذا التوجه؟ فعلا هو توجه من خلال هذه الحصيلة يؤكد بأن المرافق العمومي للأمن يسعى إلى هذه التغطية الشاملة لمختلف المناطق الحضرية بما فيها تجمعات سكنية الجديدة التي تسعت ودخلت في هذه المناطق الحضرية ومن خلالها يعني إعطاء مفهوم ومبدأ شرطة القرب كل معناه وهو ما يتجلى من خلال خلق بعض المناطق الأمنية الجديدة وكذلك فيما يرتبط بالبنايات والمنشآت الأمنية الجديدة التي تمكن من تقريب المرفق الأمني من المواطنين وكذلك تمكن من أن يكون هناك بسط من خلال مختلف قاعات العمليات والتنصيق التي أحدثت أن يكون هناك تغطية للمجال الترابي تضمن الاستجابة الفورية وفي زمن مناسب ولاحظنا بأن هناك ارتفاع في عدد التدخلات الأمنية وكذلك تخفيض في الحيز الزمني لهذا التدخل مما حقق نجاعة وفعالية وأعطى الكثير من النتائج في أفق إشاعة الشعور بالأمن وتعزيز هذا الشعور لدى المواطن فسواء فيما يرتبط بالمنشآت أو كذلك ما يرتبط بما تم تهيئه داخلها كلها تفيد بأن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى إلى جعل المرفق الأمني قريب من المواطن واستجابته لانتظارات المواطن ناجعة وفعالة وكذلك إدخال الكثير من الرقمنة مما يسهل من جهة الحصول على مجموعة من الوتائق ومن خلال التنسيق بين الفرق المتجولة في الميدان مع قاعات القيادة والتنسيق دكتور بن حمو بالإضافة إلى مكافحة الجريمة التقليدية في حصيلة هذا العام دائما هناك خلق لمصالح لمكافحة غسيل الأموال وأخرى تختص بما يعرف بالذكاء الاقتصادي ثم تحديد العائدات الإجرامية ماذا يمكن نقول عن هذه الجوانب التي لا تخلو من تعقيدات؟ أكيد بأن المديرية العامة الأمن الوطني تواكب مختلف التطورات وهي الآن لا تتوقف عند مختلف الجرائم وأصناف الجرائم التي يمكن اعتبارها تقليدية ولكنها تواكب كذلك ما يعرف بأصناف الجرائم الناشئة والجرائم التي أصبحت تعرف امتدادا الآن سواء منها كما تفضلت ما هو مرتبط بالذكاء الاقتصادي أو كل ما هو مرتبط كذلك بالجانب التكنولوجي وراحظنا أن المديرية من خلال خلق مصالح مختصة هي تسعى لمواجهة ظاهرة يعرفها العالم اليوم وهي المرتبطة بغسيل الأموال ومرتبطة كذلك بعائدات الأموال التي يستجربها أصحابها من أنشطة غير شرعية وكذلك كل ما هو مرتبط بما يمكنه أن يهدد ويمس الاقتصاد الوطني من خلال استخدام الدكاء الاقتصادي أو من خلال كذلك اللجوء البعض إلى هذا الجانب للمس بالمصالح الاقتصادية الوطنية دكتور هناك تطور لافت يتجسد في أنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني الحصر لشهادة الجودة العالمية كما تعلم ما أهمية هذا المعهد دكتور؟ فعلا للمعهد أهمية كبيرة ولاحظنا بأن عدد الجرائم التي تم حلها هو مرتفع جدا حيث بلغت 90% في بعض الأصناف ولاحظنا كذلك أن هذه النسبة من النجاعة يرجع الفضل في جزء كبير منها إلى الجانب المرتبط بكل ما هو علمي وتقني وتدخل الشرطة العلمية والتقنية في هذا الجانب ومما يساهم في فك العديد من الغاز الجرائم ومما يساهم كذلك في الوصول إلى الحلول أكيد بأن لهذا المعهد ومن خلال كذلك الاعتراف بجودة ما يقدمه دور كبير وهو في العمق يضع الأمن المغربي في أفق بناء أمن الغد وفي أفق بناء كذلك شرطة الغد وينخرط بشكل كبير في هذه التحولات الدولية التي تعرفها مختلف المجتمعات والتي إضافة كما سبق إلى أصناف الجريمة التقليدية أصبحت تعرف أصناف جديدة من الجرائم المرتبطة بالتطور التقني والتطور التكنولوجي لذلك فالمعهد دور كبير حالا ومستقبلا ليجعل المرفق الأمني المغربي يعني بالصورة التي هي عليه اليوم وهي صورة النجاعة والفعالية وصورة الخبرة كذلك التي لدى المشتغلين فيه والعاملين به نصل الدكتور إلى نقطة أهم أخرى في عمل الأجهزة الأمنية وهي مكافحة الجريمة الإرهابية بكل تلاوينها أنت كمختص وقد حاضرت كثيرا في هذا المجال أي تقييم تضع للجهود التي بذلت على هذا الصعيد وكذا النتائج المحققة فعلا هذا الجزء هو حاضر في هذا التقرير ودعني أقول بأنها مقاربة تواصلية تنخرط في إطار حكامة أمنية وتنخرط كذلك في إطار الحق في المعلومة للمواطن وتنخرط كذلك في إطار جهاز أمني عصري وجهاز أمني يشتغل في إطار دولة الحق والقانون وبالتالي كما ورد في هذه الحصيلة فهي مست بشكل واضح ودقيق عدد هائل من أصناف الجرائم وتدخلات وهي بأنواعها المختلفة ومن ضمنها كذلك الجريمة المرتبطة بالإرهاب والتطرف ونحن نعلم بأن الأجهزة الأمنية المغربية قد نجحت بشكل كبير خلال السنوات الماضية من فرض نفسها كمدرسة حقيقية في هذا المجال مما جعل الكثير من الأجهزة الأمنية الدولية تلجأ إليها في العديد من القضايا ومما جعل الرغبة في التعاون معها وفي التنصيق معها كبيرة جدا فبأتالي يمكن أن نقول بأن الجهاز الأمني المغربي اليوم استطاع أن يكون له إدراك جيد بطبيعة وكذلك بأنواع المتدخلين والفاعلين في هذا المجال أشكرك جزيلا شكر الدكتور محمد بن حمو الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية على هذه المساهمة القيمة شكرا جزيلا